اشتركوا في القناة في المبارات اللي جاية قبل ما نتكلم على التحكيم نتكلم على احداث مقبل المبارات وانا ما اتكلم كراجل انا كنت برائب في الاتحادث ريوكي اكتبت من احمد في حاجة اسمها اجتماع مقبل المبارات ده بيحضروا منصق امني مندوب الناد الاهلي مندوب من مراكب المبارات اللي هو الكوميشنر ماتش بيتم يتفعل كل شيء احمد من اهمها خروج الفريق من الفندق ساعة كذا وصولوا للملعب في معاد معين تدريب او الاحماق بيبقى الساعة كام رجوع لغرفة الملابس الساعة كام ثم بداية المبارات دي كلها احداث بتبقى متسجلة في اجتماع مقبل المبارات ولكن ما حدث قبل المبارات لبعث الناد الاهلي او القافرات الناد الاهلي في نهاية تتأخر لمدان اللعب اكيد اكيد ده عنصر من العناصر اللي بيخلي الجهاز الفني والاداري واللي عابين كابتن ايمن يعني بيبقوا شوية خارجين عن التركيز وبقى بيعمل نوع من نوع التواطر ولكن ما يجب ان احنا نهاردة نحن نتكلم في دوري ابطال ما يجب ان يحدث الكلام دوت في المشاط دي زمان كابتن احمد كان بيحصل الكلام ده كتير ولكن النهاردة يعني ما ينفعش النهاردة يحصل الكلام دوت وطبعا الناد الاهلي يقدم شكوى خصوص هذه الأحداث نروح لطاقم التحكيم كابتن احمد نهاردة هو طاقم التحكيم متنوعة كابتن احمد كابتن اسامة يعني لما نجي للحكم الحكم اللي هو باملك من اسيوبيا كان معا الحكم مساعد الاول ده من الكاميرون اللي هو الفيز المساعد الثاني من تشاد والحكم الرابع كان من الكاميرون يعني هو طاقم التحكيم متنوع من كل دولة وهم دولة اللي بلعبوا دايما مع الحكم باملك الحكم الأسيو حتكلم في عنصرين مهمين جدا في الجاري كابتن أحمد الستايل والكلام ده لكل حكامنا حتى في مصر هنا الستايل جاري الحاكم كابتن أيمن نامت جاري الحاكم شوية لابد أنه يطور من أداءه في الستايل الجاري نامت الجاري سلوب الجاري دي حاجة أنت عارف هو صعب يعملها الوقت لأنه نارده حاجة 40 سنة ولكن بنقول لها الحكام الصغيرين الحاكم اللي هو بيجري جاري معانا كابتن لازم أن يدور من أداءه لأن الجارية الحاكم دي مهمة جدا جدا بنشوف باملك النهاردة بيجري طبعا ينقصه كتير من التنوع في أسلوب الجاري بنقصه كتير جدا جدا فيه إزاي إن هو يجري جاري الخلفي الجاري الأمامي إزاي عنده تحمل سرعة وتحمل وسرعة قصوة في ميدان اللعن بشكل عام هو أدار المباراة كيش أقطاع تحكمية بأمانة ولكن كان عنده قسور في العقوبات الانضباطية يعني هلأي إن فيه أكثر من خطأ ومخالفة كانت تستوجب البطاقة السفرة للليل على فرئتين على فكرة كتير أحمد مش عن الأهل بس هلأي أكثر من بطاقة طبعا هو عنده يفتقد إلى نقطة العقوبة وده طبعا شيء المفروض هو يطور من أداءه هروح لحاجة اسمها إدارة المباراة وفي حالة الأولى اللي هي كانت بتاعت نشوفها نجيب الحالة الأولى ونشوف هنا كابتن هنا عندنا لأبناء الأهل دي ممكن في بداية اللعب حالة من الحالات المهمة جدا جدا كان يجب الحاكم أن هو يطلق صفرته بإيقاف اللعب هذه الحالة النهاردة عندنا لعب لدنا أهلي النهاردة صدام بالرأس وإحنا بنقول الحكام دايما طالما ما فيش ما يساد أنك أنت تدي إتاحة فرصة لابد أنك أنت توقف المباراة أنه عندنا سلامة اللعب أفضل بكتير وأهم كتير من أنك أنت تتحي فرصة حتى لو كان هيجي من هدف هو هنا طبعا الأسف هو أتاح الفرصة وأنا بقول أنك حاكم كبير يا أخي سلامة اللعب أهم وهنا لاعب ندها بيسقط لقدر الله الحمد لله هو أهم سريم ولكن بنقول أن الحاكم هنا كان يجب أن هو إيقاف اللعب وميديش إتاحة الفرصة في هذه الحالة الحالة الثانية الحالة الثانية حالة من الحالات المهمة جدا جدا ونشوف كابتن هنا المخالفة يعني أنا بقول برضك العقوبات يعني كل الحالات الكابتن أحمد جايبها كابتن أيمن كابتن أسامة هي خاصة بالعقوبات انضباطية ليس حاجات داخل الصندوق وليس حاجات أخطاء داخل الصندوق ولكن دي تفرق جدا جدا مع الحاكم بطاقة في بطاقة في بطاقة بتعمل مشاكل هنا في مخالفة طبعا واضحة طبعا ما عندينش الصورة مع كريم وهنا المخالفة الدخول بتهور لأسف الشريد هو لم يحتسب المخالفة ولم ينشه البطاقة في هذه الحالة الحالة اللي بعد كده من غير ما أقول بصة كابتن عادل كابتن أسامة كابتن علاء محمد شريف في راجل ده هو بلعب منتو منتو معاه يعني شوف دي مهاجمة من تحت بالقدم اللي طبعا ما لعبش الكرة ولم ينجح في لعب الكرة ولكن هنا شايف إن هنا في مخالفة آه في مخالفة على الأقل على الأقل يا باملك تدي بطاقة يعني على الأقل في هذه الحالة كان لا بقد أن تشفر بطاقة الصفرة للمهاجمة والحمد لله إن هو يمكن شريف يعني قام منها سليم وما حصلش مشكلة في هذه الحالة اللي هي يعني بقول إن هنا في تهور وكان يجب إشهار البطاقة الصفرة للعب سندروس حالة بعد كده حالة محاكة مهمة هنا وتميز لي الحاكم المساعد الكاميروني ألفز اللي هو كان مساعد رقم واحد يعني شوف هنا اللعب ندلها هنا اللعب ندلها هنا مغطي التسلل وهنا سمح باستمرار اللعب وأنا بحيي المساعد رقم واحد ألفز على أنه كان مركز قوي 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 لحظة اللمس الكرة وموقف التسلل وبتالي هنا ما فيش أي تسلل في هذه الحالة اللعب دي كابتن أحمد دي كابتن علاء رحم فراد وكانش إنه شاطر جدا جدا طلع أفل وطبعا يعني أنقذ المرمى في هذه الحالة دي كانت آخر حالة كابتن ولكن زي ما قلنا هو أدوار المباراة فيش أخطاء مؤثرة ولكن نتكلم في تحركاته في ستايل جاريو في نمط جاريو في العقوبات الانضباطية نتمنى نتمنى أنه يطور من أداءه في المباراة القادمة ونتمنى طبعا كابتن أيمان إن شاء الله بإذن الله نادي الأهل إن شاء الله قادر إن شاء الله بإذن الله إن هو يسعد للدور اللي جاي ونقوله ألف مبروك بإذن الله إن شاء الله والنادي الأهلي قادر دائما على التعويض بإذن الله كابتن ناصر ألشكرا كابتن ناصر شكرا كابتن ناصر شكرا كابتن ناصر وبانتهى الفقرة التحكمية عزيزي المشاهدين بناصر نهاية للسوديو التحليل للمباراة النادي الأهلي ونادي سانداونز الجنوب الأفريقي في مرحلة دور المجموعات الجولة الرابعة والتي انتهت بفوز سانداونز واحد سفر وتأهله لدور الثمانية كل التوفيق النادي الأهلي إن شاء الله لتعويض الخسارة والنادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم قادر على عودة بإذن الله بالفوز المباراتين الخادمتين إن شاء الله على المريخ وعلى الهلال السودان بشكر نجمنا كبار الشرفون النهاردة كابتن علاء مهيوب ألف شكرا كابتن شرفتن كابتن أحمد بلال ألف شكرا كابتن شرفتن وشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى والستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنا وارقة تحياتي